شراكة قوية مع المجتمع المدني في مصر تعزز من قدراتها على النهوض بمستقبلها عن مساهمة المجتمع المدني في التنمية الشاملة لسكان المناطق المطورة يحدثنا الآن السيد أحمد محمد إبراهيم موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة الحضور صناع الحياة عمرها 16 عام منتشرة في ربوع مصر كنت متطوعا بها منذ العام 2005 والآن أنا مديرها التنفيذي وفي زمالتي قيادات تطوعية يديرون العمل معي تحت قيادة مجلس أمناء من الخبراء فيمتزج عمل الشباب بخبرة الكبار فنحن نعمل للشباب وبالشباب رسالتنا نكتشف ونطور إمكانيات القادة المجتمعيين المتميزين من خلال دعم ودمج وتأهيل الشباب في مجالات التنمية بالتعاون مع شركات فاعلة في ريف وحضر وصحراء مصر لو أخذنا مثال على تلك الرسالة وتطبيقها كنا الإسبوع اللي فات يا فندم من خلال شبابنا مع وزارة التضامن بنوزع في حلايا بشارتين خمس تلاف شنطة مدرسية وقبلها كنا نفسينا مع صندوق تحية مصر لتوزيع مساعدات غزائية لأهل نفسينا وكذلك في بوراماد وجبل علبة جنوبا وأولاد علي غربا التطوع هو كلمة السر والشباب هم وقوده متطوعوا صناع الحياة عددهم أكثر من عشر آلاف متطوع ينفذون الأنشطة الحالية المختلفة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ويبلغوا حضرتك يا فندم أنهم تحت أمر مصر في أي شيء يتطلب منهم بالنسبة لأبرز أعمال صناع الحياة شجعنا عشر آلاف مريض بالإدمان على بدء العلاج من خلال حملة حماية وعينا تلتمائة ألف طالب في ألفين مدرسة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ضمن حملة إواع تم تسليم أربع تلاف وخمسمائة بمشروع متناهي الصغر تم تطوير واحد وتمانين معمل كمبيوتر بالمدارس الحكومية بالإضافة إلى تركيب شاشات زكاية وتدريب للمدرسين بالشراقة مع أحد أكبر شركات الإلكترونيات في مصر ولو اتكلمنا عن أهم مبادرة بالنسبة للمؤسسة مبادرة حياة كريمة اشتغلنا في عشر كرة في محافظتي سوهاج وإنة تم رفع كفاءة ألف تلتمائة وعشرين منزل بناء أكثر من تلات تلاف وخمسمائة سقف أكثر من تلتمائة وصلة مية متين تلاتة وستين وصلة صرف أكثر من ستمائة وخمسين عملية جراحية أكثر من متين جهاز تعويدي قمنا بتطوير اثنين وستين حضانة فيزي ضمن برنامج التفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي قمنا بتجميل خمسة وستين شارع في حلوان وعمل منظومة جامع سكني ضمن مشروع تعيشة وهوية بالتعاون مع التحب بنوك مصر لو اتكلمنا يا فندم على محو الأمية وقمنا بيه بالتعاون مع أحد كبرى شركات الاتصالات في مصر قدرنا نمحوا أمية أكتر التحق بالفصول أكتر من مية وستين ألف أمي حصل على شهادة محو الأمية أكتر من خمسين ألف بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وده تم في أكتر من ثلاثتاشر ألف فصل في أكتر من ألفين وخمسمائة قارية بثمنتاشر محافظة بالإضافة للمحافظات الحدودية والشلاتين وحلايا لو اتكلمنا عن الابتكار يا فندم حملة الناس لبعضها كنا بنوصل المساعدات بطريقة زكية لثلاثين ألف أسرة من خلال أكواد إلكترونية ترسل للمستفيد من خلال رسائل نصية فيستطيع أن يحصل المستفيد على كل ما يحتاجه بحرية دون تقايد بسلعة معينة مع تنشيط للتجارة داخل القرية وتبقى لعدد أفراد أسرته نتائج الحياة في المناطق الغير أمنة هي العجز والإحباط والاستسلام فقدان السيطرة على المصير انتشار الأمراض الأمية زيادة معدل الجريمة والسبب ده عملنا برنامج صناعة الحياة للتنمية لتنمية الإنسان بالمناطق الحضرية والحقيقة دور صناعة الحياة فيه هو المشاركة في تنمية المواطن المصري وإعادة تأهيله ودمجه استكمالا لدور الدولة وتوفير مستوى أفضل من المعيشة والبنية التحتية الجيدة للمقيمين ما تروف الصورة ليس نادياً أو مكاناً للأسرياء هو ركن وعي في الأصمرات والوعي هو الشيء الأساسي والمهم الذي إن وصلنا سنتحرك به بسرعات كبيرة جداً في التنمية نعمل من خلال تلت محاور تنمية النشق تنمية الشباب تنمية عائل الأسرة ونعمل في صناعة الحياة من خلال المحركات الأساسية لتنمية الإنسان الحاجة إلى الأمان الأمان المعيشي والوظيفي احتياجات اجتماعية الصداقة والأسرة الحاجة إلى التقدير تقدير الزات والإحترام الحاجة لتحقيق الزات الابتكار وحل المشاكل بالنسبة لتنمية النشق فعندنا برنامج رفع كفاءة وتأهيل الخدمات التعليمية بالحضانات نشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب المدارس واستثمار طاقتهم وتوجيهها للمبادرات الإيجابية برنامج للدعم التعليمي للأطفال المتسربين من التعليم تعزيز الانتماء ببرنامج رحلات تسقفية بتاريخ وحضارة مصر بالنسبة لتنمية الشباب حملات توعية لأضرار التعاطي والمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإبمان زيادة فرص العمل ببرنامج تدريب حرفي ومهني للشباب أو تدريب من أجل التوظيف لو اتكلمنا عن تنمية عائل الأسرة فبنتكلم على برنامج لمحو أمية لغير المتعلمين ونعمل مع مزارة التضامن على محو أمية مليون أمي وأولوية العمل إن شاء الله يكون في المناطق الحضرية تنكين اقتصادي بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر حملة توعوية بأساليب التربية الإيجابية والصحة الإنجابية أفندم تحية مصر بالمصريين اللي بيشتغلوا بجد وبيصنعوا حياتهم واللي بيحسسونا في كل يوم إن إحنا اللي محتاجين مش هم محتاجين اللحظة اللي نشوف كل واحد فيهم متطمن وآمن ومتغطية احتياجاته شكرا أيها أمير أفندم